نهائي مبكر بين الهلال والنصر في نصف نهائي كاس السوبر السعودي ومواجهة مرتقبة بين الهلال والاتحاد ممكن تحصل للمرة الخمسة للمسم ده تفاصيل اكتر مع رئيس تحرير موقع 365 سكورز احمد يحي كسان طيب يا يحي كسان طيبو ما تقبلناش على مدار الشهر الكريم نخلينا عيد على الناس الاول عيد شايد عليك نبتدي معهم الشهر من الاول ولا احنا ما تقبلناش في رمضان فنقول لهم ازايكم في رمضان لا رمضان ولا عيد معنا العيد نايتس اللي جاية العيد نايتس عندنا عيد نايتس ما احنا نقدماش رمضان نايتس مشا الله مبسوط معنا هو هي جميل الرمضان او العيد نايتس اين كان المسمى واحنا شغالين يعني احنا ده بالنسبة لك حاجة تبسطة وطبعا عندك ريال مدريد وسيتي مواجهة جميلة واسق انت من الفوز لا احنا بصراحة احنا عمد تفقيل من البداية موضوع الحلقة هيبقى السور السعودي فانا بتنحف نسخل نسخل كده توقعاتك المباراة في المدريد والسيتي سريعا لا انا مقدرش اتوقع الموضش ده انا انا بحاول يعني اتعايش مع الموضش لما ييجي يعني بتعمل لكل مشجع مدريدي خلاص احنا خلنا نتكلم في اطار حلقة النهاردة ان شاء الله هيكون يوم الاثنين اه 11 ابريل في مواجهة ما بين نادي الاتحاد السعودي ونادي الواحدة الواحدة اللي بيشارك للاول مرة في كاس السوبر السعودي ومواجهة قدام النصر مع مبين نادي الهلال والنصر مين اللي هيكسب مين اللي هيعدي في الفاينل هلال ونصر اصلا نظام البطولة متغير يعني كان في الاول البطل الدوري بيواجه بطل الكاس مواجهة كاس السوبر المشاركة Dennis النادي البطل الدوري والوصيف مع بطل الكاس والوصيف فده اللي خلا يبقى في مواجب نهاية ونصر مواجبا بتحجي في اسبانيا نفس النظام السوبر الاسباني اصلا هو تعمل في المملكة العربية السعودية كان الاول اول متعرف عليه في اي مكان في العالم ان بطل الدوري بيلاعب بطل الكاس ماتش سوبر بيتلاعب قبل الموسم ما يتلاعب اصلا وخلاص حتى معظم الاندية بتعتبر الماتش ده ماتش ودي تحضيري مباراة داية او تسخينية للموسم الجديد لحد ما ابتدى الموضوع يتطور ان ماتش السوبر يتلاعب برد دولة نفسها برضو يبقى ماتش واحد ده بقى الاسباب تسويقية ومالية بعدها شفنا في اسبانيا تحديدا خادت الموضوع ده المنحنة تاني ان احنا نلعب ناربع فرق الماتش ما يبقاش في بداية السيزون لقى الماتش يبقى في نص الموسم عادي في يناير يتلاعب في المملكة العربية السعودية حتى فكرة ان ماتش السوبر ما يتلاعبش في بداية الموسم ما كانتش قبل ما يتغير النظام الاربع اندية لسه في اندية بتلعب نفس بطل الدوري وبطل الكاس دلوقتي احنا في السعودية بطل الدوري ووصيف الدوري وبطل الكاس ووصيف الكاس في شوية امور تانية لو بطل الدوري هو نفسه بطل الكاس دي مش حالتنا دلوقتي حسابات مختلفة خلينا ندخل في الكلام على طول ونبتدي في المواجهة السهلة او المتوقع فيها ان الاتحاد يعدي مواجهة الاتحاد قدام الوحدة الفريق اللي بيشارك لأول موارف كاس السوبر السعودي بص يا مانور هو احنا انت قلت لاتي متعبك عن الاتحاد يعدي بس هتيجي ببص ده كلام منطقي بس دلوقتي الوحدة نفسه اخر تسع ماتشات مكسبش غير ماتش واحد ضد الفيحاء في الجولة قبل الاخيرة الماتش الاخير اتعدلوا مع الاهلي ايوة طب ده كلام يبدو جميل اتعدلوا مع الاهلي كمان ده الاهلي اتعدل معهم بس يعني فيه كانت شوية ظروف ونقصة عادة دي فهتيجي ببص هتقول تب ما دي يمكن تبقى بداية ان الفريق بيقاف على رجليه كسب وتعادل وماتش ضد الاهلي وكده انما الاتحاد على الناحية التانية صحيح كسب الماتش الاخير الاتحاد على الناحية التانية ده في حتة الواحدة الاتحاد الاتحاد يعني كل ما بيحاول يمشي قدام شوية في حاجة بتاعقربه يعني قدنا نتكلم على ان عبدالرزق حمد الله مالك ضربات الجزاء سبعة من سبعة من بيضيعش ضيع الماتش اللي فات بن زيمة في مشارك في اهداف عكسية ومضيع ضربات جزاء بتخسر بطولات مكامل بس يا مونار ده رجع فصل الجمدي ومجموعة من الشباب واحمد الجمدي وزكريا هوساوي وسعد الموسى راحوا المنتخب الأولمبي الى اين يعني الاتحاد بيجدها هيكمل ازاي تصرحت لي بن زيمة من بعد المباراة الاخيرة بن زيمة انت ما كنتش كده في ريال مدريد قال لهم انا ما كنتش كده فعلا في ريال مدريد ما انا مش في ريال مدريد هلعب هباصل مين هعمل كورة ازاي طب انت مكمل يا بن زيمة ولا مش مكمل مش عارف انا ما خلص الموسم ده فشايف الاتحاد وما حوال الاتحاد ده يكون عن الموسى الكلام ده تقريبا لو هنتكلم بالعقل ما ينفعش نحطه انه اللي بيحصل ده كورة انا سيدي مش كورة من ايه الاخر يعني انت بتتكلم عن فريق كريم بن زيمة اللي هو اصلا ضربات الجزاء كان مع ريال مدريد بيحط بانينجا في مونشستر سيتي وبيسجل في مطشات صعبة كتير جدا تلاقيه في ضربات الجزاء بيضيع بالمعدل المرعب ده صحيح بن زيمة كان فيه شوية بشارك كده في حيط تراي المدريد في مطش فيه ضربتين جزاء وشوية كان بيضيع بس كان ديجي رمضان بيزبط كل حاجة في رمضان برضو بيضيع كان بيقوله بن زيمة في رمضان ياسوم ياسوم ويفتر الخصوم اصل ده فتر جمهور الاتحاد بس المشكلة والجمهور قلت بدأ يستاق احنا شفنا برضو الانترو بتاعة المطش اللي فات الجماهير مادية ظهرها للملعب استياءا من بيحط الموضوع مش بن زيمة الموضوع اكبر بكتير من بن زيمة الموضوع بدايته من قبل الموسم ما يبدأ اتحاد بطل الدوري بطل الدوري وشوفنا ده عم الانديد الدوري السعودي الارباع الكبار الاتحاد جاب اسماء كوية كاسماء بس هتيجي تبص الفرقة دي هتلاحب ازاي مع بعض يعني انت جايب بن زيمة جميل افضل لعب في العالم واخد الكرة الزهبائية نج مران مدريد كلام عظيم جدا ستا معك عبر رزاق حمد الله اللي هو هتدافك اصلا هبتدي اشوف طريقة تنفع الاتنين مع بعض لا انا بروح اجيب كانتي وفابينيو اللي اتنين نفس البروفايل لعبة وسط دفاعيين ببتدي اروح اشوف الملاكز اللي انا فعلا محتاجها لا ما عنديش رومارينيو وكورنادو نفس البروفايل الحمد لله وبن زيمة نفس البروفايل هتيجي ببص على معاك يا جروهي معاك حجازي كان لسه مصاب جبت جوتا اللي هو كان اغلى صفقة والنص الاول من الموسم ما استفدتش بيه في الدوري اسماء تبدو حلوة لكن مع بعض هالدول ينفعوا لطريقة لعب لأ اخد بالت كمان يا ايه لانت قلت كم اسمه محترف بالزبط يعني احنا اصلا الاتحاد داخل الموسم ده بقايمة عشر محترفين تمانية متسجلين واثنين مش متسجلين كان حجازي مصاب وجروهي اتشال كورنوضو رحل عن الفريق جروهي اتشال من القايمة دخل حجازي دخل ومارينيوم حتى في يناير للمفروض نعدل في الدنيا لا ايدنا اللعيبة اللي ما كانوش متأيدين في كم محلات فمشاكل الاتحاد الوضع الحالي اللي احنا فيه ازاي نادي كبير باطل الدوري السعودي الدكة بتاعته مفاش لعيبة اصلا يا مانار مش بس الدكة الفرقة الاساساسية نفسها فيها مشاكل يعني مش هنقول بقى اللعبة دي مناسبة لطريقة لعب ولا مش مناسبة لطريقة لعب هو احنا حرفيا احنا بنجمع حداشر لعيب نكمل بيوم الماضي وزي ما تمشي كانت مصاب فبينيوم مصاب دلوقتي لنهاية الموسم هتجي ببص على كل مركز فيه اصابة زاد على الاصابات ان اللعيبة الوعدة اللي انت قلت عليهم لقتي راحوا للمنتخب زكريها هو ساوي بتادي دخل عنده شوية مشاكل بس لعب شاب مع الوقت ممكن يجي منه فيصل الغمدي واحمد الغمدي اتنين من افضل الموايب الموجودين في كورتك داما السعودية ساعد الموسا كان متقلق جدا ويسجل اهداف حسين بالزبط لعب بالزبط يعني كان بيقدل غرض ولما بتحتاجه بتلاقيه اللعيبة دي مهمة للسكواد فيه لعيبة اساسية زي فيصل واحمد الغمدي دخل مؤخرا ونجاب جون في اخر مطشا بالاولمبياد ولعيبة زي ساعد الموسا وزكريها وساوي مفيدة للسكواد هتجي بقى ما ينفعش بولعيبة اساسية دلوقتي اه ما ينفعش بولعيبة اساسية دلوقتي محتاج لعيبة اجانب اقوية في الاماكن دي مكان فليب بلويز مسلا اكيد الاتحاد محتاج مدافع اقوى من كده محتاج زهير ايسر احنا عندنا في 350 سكورز ومستدرنا قالت ان في عرض الفيرلند مندي لابريان مدريد نوعي يكون موجود كزهير ايسر للاتحاد برضو مندي لا يلبي طموحات ولا جميع الاتحاد فالاتحاد مشاكله اكبر من مجرد ماطش في السوبر وانه هما دلوقتي خارج التلاتة الكوبار يعني الجماهية والاتحاد ما تستناش حاجة من الاتحاد الفترة اللي جاية بالورق بالكلام على الورق هل الاول احنا كنا بنلوم على لونو سانتو وقلنا فترة ان بنزيمة هو اللي بيختارك بتشكيله وفي مشاكل وقلنا فترة انه ما فيش انسجامة بين بنزيمة وما بين حمض الله بالعكس لانهم بينسجموا مع بعض في الملعب واجمل اهداف بعبد الرزاق بتبقى بأسستاذ بنزيمة والعكس هي روح حلوة هي روح حلوة ممكن فيه نفسها ممكن فيه نفسها مش باينة قدام الكاميرات حمض الله بيسقف له الحمض الله بيسقف له والعكس بنزيمة بيحتفل دفع حمض الله ده طبيعي في اي فريق في العالم لكن كورة الاتنين ما تفعش مع بعض نهائي يا حمض الله يا بنزيمة يبقى لازم اعرف اربعة اربعة اتنين دايمون ده حط اخطي المساني على لعاب او لعاب اتنين جناحين يفتحوا الخط طب انت عندك اتنين جناحين يفتحوا الخط طب تلاحب بيصالح العمري وسعب بتلاحب بفرح الشمراني يعني اللاعبه ممكن تكون مفيدة للسكواد لكن انا لما اعلم بليفل كاريم بنزيمة وليفل كانتي فانا محتاج جناحين يجروا على الخط بشكل كويس كورندا ورومارينيو اتنين لعبه جامدين جدا بس الاتنين اللاعبه دول ما يفعش مع بعض في الملعب لان هما بيتحركوا كلاعب عشر فانا مبتدي بقى ارمي رومارينيو جناح بس ماشي رومارينيو كويس على الجناح بس فعاليته اكتر ووشه للجول طب انا دلوقتي طف نص الملعب كانتي وفابينيو دين اللاعبه ما بقدرش يتقدمه بالكورة كلعب رقم تمانية فصل الغمدي قدر يعمل دي طب كل اللاعبه مشابهة لبعض بنزيمة قال بصراحة عمل تصريحات زي ما انتي قلت قلبت الدنيا بس هي تصريحات تبدو منطقية لكن ما ينفعش تطلع من العيب لان بنزيمة مهما كانت قيمة كريم بنزيمة ما ينفعش طبق انت اكبر من النادي اللي انت بتلع فيه تتكلم تصريحات جزء منها كويس ان هو تكلم ان هو مكمل مع الاتحاد وما فيش اي كلام ان هو ممكن يروح نادي تاني فده منطقي في وقت زي ده من الموسم مش موسم انتقلات فاي كلام غير كده ممكن يعمل اجواء سلبية اكتر في النادي وجزء مش كويس ان هو بينطاقد علنا الفرقة اللي هما زميله اللي موجودين معه في قط اللبس يعني ايا كانت تكريم بنزيمة بس ليك زميل في قط اللبس ما ينفعش تتكلم عنهم اياه ما فيش حد بيوصلي ده مش كلامك ده كلام ممكن يطلع من النقاط يطلع من الصحفيين ما يطلعش من اللعيب كورة كبير بحجم بنزيمة بنزيمة ليه واقع مشابهة مع فينيسيوس جونيور قال لي مندي لا تمرر له انه يلعب ضدنا دي بعدها كانت نقطة التحول في حياة فينيسيوس جونيور وبقى حاجة كبيرة جدا مع اننا انتقضناه في ريال مدريد انه قال تصريح على ده منزيمة بس شوفنا فينيسيوس بعده عمل ازاي لا لو عسى التصريح ده ممكن يتاخد بشكل ايجابي ويخلوا المسؤولين اكتر حرصا على مصلحة الاتحاد طب يا ايخ يا انا شايف الامتيازات اللي بنزيمة اخدها من ادارة ندل الاتحاد ووجوده في الدوري السعودي متنامش استمرأس تسمارها بالشكل الصح هو بنزيمة اخد فعلا امتيازات ما اخداش اي لعب تاني شوفنا اوقات كتير بنزيمة بيسافر وبيرجع طب هالبنزيمة مصاب ولا بنزيمة مش مصاب مش عارفين مفيش حاجة واضحة سفر بنزيمة المتكرر ده ليه وغياب بنزيمة عن بعض المطشاط ده ليه طب هو لو مصاب عادي ان هو يبقى مصاب اي لعبة بتتصاب ودي توب اعلامة استفهام بسبب اصابات بنزيمة المتكررينة هو اصاب يصيب اصابة درجتها ايه ولا هيرجع كمان بعد قد ايه بالزبط فهو موضوع الاتحاد المشكلة اكبر من موضوع السوبر ممكن نتكلم معنا باستفادة بعدين ماتش اتحاد والواحدة اكيد زي ما سألتيني الاتحاد ممكن هو يكون مرشح يوصل للنهائي حتى بالغيابات دي كلها بس الصعوبة ما بعد وصول الانهائي يعني لو هيواجه هلال او هيواجه النصر متوقع ان هو يخسر لكن في الكورة كل حاجة وردة هو كمان خارج كمان من خسارة قدام نادي الاهلي كده زهابا وايابا في ديربي جدا كمان قدام التعاون في الصراع دلوقتي دلوقتي الاتحامش بينافس على مركز التالي كمان هو بيبقى بينافس على مركز الرابع اللي جالبا التعاون كمان هيخطف منه لا من هنا نادي الموسم ممكن كل شيء اعطاك الهلالة الاتحاد يكون موجود في الطفور طبيعي بس انت بتكلم عن فريق بطل الدوري كده بس المنافسة قوية الاهلي راجع من دور ايلو بدوافعات جديدة الاهلي برضو عندهم شكرا تتوقع نتيجة اللقاء فوز الاتحاد من يزجل هدف الفوز لعم انا ما اعرفش ممكن عند الرزاق الحمد لله يجيلوا درب الجزاق ويعود احنا ممكن اتوقع ان الاتحاد هيداعي درب الجزاق في المطر في حاجة جريبة ممكن العمل ده يتفك في الامارات يمكن يغيروا العتب هننتقل دلوقتي من حديثنا عن واجة الاتحاد والواحدة في نصف نهائي كافل سوبر السعودي للحديث عن مباراة الهلال والنصف الهلال اللي مستمر في سلسلة الانتصارات بلا هزيمة قصر كل ارقام القاسية وموسوعة جينيس يعني بتعاني دلوقتي من الهلال صعبان علي الموظف اللي عاد على الكمبيوتر في موسوعة جينيس عاد في موسوعة جينيس النهاردة هنكسر رقم اي لا او كله مطش يا ده انا عندي مطش للهلال النهاردة وقفوا بقى القطر ده ما بيقفش يعني ما شاء الله الهلال منطلق انطلاقة رائعة في اصابة الميتروفيتش هتخليه بلمدة ستة اسابيع بيعود مركز دلوقتي صالح الشهري لسجل موارات تانية على التوالي ومستمر في التسجيل ملكم ونيفيز وسافتش يعني كل سكواد نادي الهلال يعني لو حد غيب فيه 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 في نفس المركز بيقدي زيه بيقدي احسن منه وبتحسش اصلا ان فيه غياب انت بتحس ان الهلال هلال جيسوس هو هلال منتفرد منه هو واحد من اقوى النسخ لفريق في تاريخ الدول السعود احنا في اول الموسم نقول ايه احنا في اول الموسم كنا بنانطقت جيسوس وكنا قيلين ان هو مع سكواد يعني لبنا عارف لبنا عليه ايه يا يهيه احنا كنا طلعنا واتتلمنا انه عنده سكواد مش عارف يوظفه النسخة الحالية من الهلال هي واحدة من اقوى النسخ في تاريخ الدور السعود حاجة فيه فرق كوية كتير كانت موجودة في تاريخ الدوري لكن حتى لو بسيت رقميا هما الفريق لسه لحد يعني النقط اللي جمحها ما حياتش قبل كده الهلال قادر يجمع عدد نقط تاريخي السنة دي ما اخترتش ولا مطش تعادوا المطشين في البتاعة السنة كلها وسلسلة انصارات 32 فوز متتالي وزي ما قلنا الرجل بتاع مصعد جينيس والله العظيم صابان علي انت خلي كل يوم الصبح انا هنزل لمصعد جينيس هعود على اللابتوب بتاعي هفتح مطش للهلال احنا مش عارفين السلسلة مكاملة لحد امتى لكن هما في تحدي حقيقي اصاد نصر كريستيان ورونالدو خد بالك اصاد نصر كريستيان ورونالدو كمان اللي كان اخر فوز ليهم في البطولة العربية النصر كسب الهلال في النهائي ومن بعدها الهلال مخسرش فهل سلسلة الانتصارات تقف عند النصر اصلا النصر اللي خلاص فقد منافسته على الدوري بس هو ضمن المركز التاني واللي خلاص قارج من المنافسة في دوري ابطال اسيا فهي دي بطولته اللي ممكن يحصدها النهاردة الى جانب يعني بصي هو نقطة النصر وكريستيان ورونالدو يعني الهلال دلوقتي مع سلسلة انتصاراته المتتالية والنياب بدأت يعني النصر تكسبهم في نهاية البطولة العربية لكن خدي بالك من حاجة اخر مواجهة ما بين الاتنين الهلال كسب 3-0 نتيجة تبدو كبيرة جدا لكن سيناريو المطش كان اسي قوي على النصر الهلال كان يستحق الفوز اوكي تمام لكن كان في شوية تفاصيل صغيرة ممكن تقلب المطش دي كانت مواجهة الدوري جير مواجهة تكاس موسم الرياضي اللي برضو انتهت بفوز الهلال على النصر بالزبط فحطة ان تسلسلة الانتصارات مع النصر وان هي ممكن تنتعى لدي النصر دي فرصة للنصر فريق خسر الدوري وخرج من اسيا فالموضوع بالنسبة له محتاج يكسب بطولة السنية دي خروج موسم 0 ومؤخرا كمان بقى يعني بيحقق نتائج بيكسب بالتمانية ولو في مطش موقف اللعيبة الاساسية بتاعته او على الدكة بينزل يحدث الفارق وياخد النقل بتاعته المطش وعنده دوافع قوية في المواجهة اللي جاية بس في مشكلة بالنسبة للنقل اللي النصر تيجي ببص مين الفريق السعودي دلوقتي اللي ممكن هو قف النصر الواقف الهلال صعب بس لو في حد هادر اعمل اهو يبقى النصر بكري السانو الانالده اللي دايما عنده دوافع الانتقام كبير اوي طول مسيرته الهلال اكوى الاتنين عندهم غيابات الثنين عندهم غيابات النصر قادي ريكسب نصر عنده غيابات اكتر من غيابات الهلال الغياب المؤثر في الهلال هو غياب لميتروفيتش شاني عاستين منقول كلام عكس بعض يعني الهلال اقوى الهلال الاقوى بس النصر يقدر يكسب الهلال عنده غيابات اه زي ما انت قلت فعلا هو ابرز غياب طبعا مع نيمار الى مش موجود الاناشنا نشوف الموسم كله النصر الغياباته اكتر خصوصا حنا نتكلم عن تاليسكا تحديدا تاليسكا غيابه أسطر جدا طبعا النصر ابتدأ يتأقلم على غياب تاليسكا لأنه خلاص الغياب زيب بس نضم سامي النجعي ونضم أيمن يحيا وعطاق ابن محمد بران هلتنين هيكونوا غيبين عمتا أيمن يحيا يعني فيه شوية غيابات في النصر حتى مركز نص المرعب اللعب التاني اللي بيلعب جنب بروزوفيتش بعد رحيل ففانة لعب شوية سامي النجعي صليهم خد شوية وقت في شوية تعديلات حقوتافيو رجعك اللعب في نص المرعب جنب بروزوفيتش لكن النصر محتاج للاعب ارتكاز جنب بروزوفيتش يعود رحيل ففانة مصادرنا في 35 سكورز نزلنا خبر كان حديث الصحافة البرازيلية الأول أن كاسترو خلاص ده المسم الأخير لي مع النصر وأن القرار شبه التاخب من النصر وبيبتدوا يدوروا على البديل بتاعه هل ده قرار الأنسب لنصر وكاسترو مدريب كايز جدا وبس بحيثني في حاجة نقصة الحاجة نقصة نصلا ممكن تبص على التنظيم الدفاعي للفريق أو في مشاكل دفاعية نتجة عن المنظومة في مشاكل متعلقة بأن الفريق بيصنع فرص بس بيضيع فرص كتير قوي في مشكلة متعلقة في أنه مش قادر يعود مشكلة في نص الملعب بس الفريق نفسه حلو الفريق نفسه بيستحوص حلو أو أب بحب أتفرج على الكورة وبحب أشوف الليها مركزية اللي موجودة ما بين اللعيبة درقه تافي وتصميمه على ضمه في بداية الموسم فرصة النصر أنه هيكسب بطولة السوبر طبع البطولة اللي يخرج بها الموسم ده أنه يخرج بعد كل ده وبعد الأداء الكبير اللي شفناه متشوك كسير السنية دين الفريق يخرج بموسم سفري يا بشيء موحب هتبقى صعب قوي وحتى لو كاسترو هيمشي هتبقى خرج من الباب الكبير أنه خرج ببطولة يعني طبعا مش بتنافس من بطولة الدوري ومتنافس المشوار بس تخرج مع الاسكواد ده والبطولة اللي أنت كنت رسا بتقول أنه أنا بحب أتفرج على مطشاط النصر بحب أتفرج دي حقيقة بس بينافس فريق إحنا بكام أقوى فريق في تاريخ الدوري يعني فريق هلال جيسوس أكسم بالله أقوى من أندية أوروبية كتير والله العظيم أنا بعني ما أقوله فريق للأقوى من فريق أوروبية كتير بس هل نتكلم على نسخة أقوى دلوقتي نسخة أقوى من الهلال الهلال فعلا قادر أدري أفضار أفطال أوروبا ده بجد عنده مثلا نيفيز ومن لينكوفيتي ساويتي نيفيز ده كان قادر يلعب نص الملعب ده أحسن من كل وسط أوروبا معده نجي مدينة من شوسرا سيتي مين في أوروبا عنده نص ملعب أقوى من نيفيز ومن لينكوفيتي ساويتي وكانه لما بيخش لعب معه مفيش مفيش فعلا برشلونا عنده مشكلة في نص الملعب ده كان عايز يضعون من نيفيز نفسه عنده الدورة الانجليزية ونيفيز فعلا هو الاختار وده فعلا هو طلع وتكلم فيه وانا عايز اروح للهلال انا عايز اكون مع المشروع ده هو كان جايله فعلا من برشلونا ملينكوفيتي ساويتي وفينتوس خمس ست سنين بيحاول يجيبه حتى راية مدريت حاول في موسم يجيب ملينكوفيتي ساويتي وفي الآخر لا هو الهلال أخد لعيبة يعني في عز مجدهم او يعني ان هو فرصتهم للانتقال بالضبط اللي قدية اروبية كبيرة وده يعني بينفل الكلام انه كان فيه المحترفين بيجوا يعني وقت قربما يعتذروا يشاركوا في الدورة المشروع كبيرة ان توزيعت المحترفين بتاعت الهلال مناسبة للسكويت يعني انا دلوقتي كل لعيب متجاف كل مركز فيه اجنابي قوي احرص المرمى بونا وكل بالي لودي جيه لما بقى لما نيمرت شال من القائمة وبقى فيه الباك الشمال لما البريك لعب فترة وظاهر ايصر على عكس عدلة رجله فجاب له دي نوس الملعب نيفيزو سافيتش معاك متشييل معاك مالكم معاك نيمار اللقات اللي هو مصاب ومعاك متروفيتش وجر اللعبة المحترفة فيه لعبة محلية برضو في نفس المراكز وكلهم منساجمين افضل لعبة سعودية افضل لعبة سعودية حتى مين بديل بونو محمد الهويس حرص سعودية الاول سعود عبد الحميد زهير ايمن قادر يلعب في اي فريق في اوروبا قل بين الدفاع علي البليهي وحسان تنبكتي احسن قل بين الدفاع في السعودية هم اصلا اساسين في المنتخب الشمال البودلاللوني اللو دي ياسر الشهراني وعندك محمد البليك محمد كينوف نص الملعب قادر يلعب في اي فريق طبعا سالم الدوسري وما ادراك ما سالم الدوسري التونيدو اللذي لا يتوقف برضو ممكن تتوقع سريع نتيجة مباراة الهلال ونصر قبل ما اتوقع احبتكلم على اللي كان فاضل صالح الشهري صالح الشهري هي لعب ما كان متروفيتش ايوه واحنا بنتكلم عن مهاجم السعودية الاول اللي سجل في تصفية كاس العالم واللي سجل في البطولة الاسيوية مع المنتخب وهو المهاجم البديل ما كانش بلعب قبل اصابة متروفيتش ولما متروفيتش تصاب لعب وسجل ولعب وسجل فبالظافة انت حتت غيب متروفيتش اه غيب متروفيتش فريق كبير في العالم لكن صالح الشهري برضو قادر يفيض المنظومة ممكن تلعب اصلا بطريقة ما تخليش صالح الشهري اساسي وتلعب بملكم وهاجم وهمي اصلا ملكم وبيجري في المساحات دي حاجة منتعة لما بينطلق من وراء الدفاع وتتلعب له السرولوب بيروح منفرد حاجة جميلة قوي فممكن ملكم اصلا يلعب مهاجم بس لا ما اعتقدش مين هيكسب خمسين خمسين طب ماتيجيfrist accumع كده علشان نشوفها نتكلم مع الناس فالمهاجز تا على نتيجي ماشي انت شايفه الاتحاد الوحدة ان الاتحاد هيعدي الوحدة وهي هتوقع انه النصر هيكسب الهلال ويبقين geweج الارتقل بين النصر والالتحاد اتحاد الوحدة واحد سفر الاتحاد هلال ونصر اتنين واحد للنصر 오케이 ماشي موافع على المنفسة ده اتفضل توقع ودينا الهلال والالتحاد فايلة اعتقد الاتحاد الواحد ده اتنين واحد الاتحاد وهلاله نص ممكن يخلص درباء الجزء للهلال طبعا لا ما ادرى الجزء ما ادرى شحكه فعلا الموضوع صعب انا مش قادرة تخيل شعور جمهور الاتحاد لو حصلت مواجهة للمورر كمسا الموسم ده بين الهلال والاتحاد في مواجهة ممكن تكون ستة كمان المطش ده ممكن يتحسن بفرق الجون في الاكسرا طاين مثلا المطش ده مش يتحسن بسهولة هيبقى ممتعة جدا بالمناسبة انا بكل حاجة بقولها بطبع غلط او احنا بيصل العكس احنا بحتاجين نينجا تتوقع لنا نتيجة المطشين دولفين نينجا هنشوف نينجا هتقول ايه وهنعتمد اللي هاي بتقوله با كان كل كل كلامنا عم واجهات نصف نهائي كاس السوبر السعودي مع رئيس تحرير موقع 365 سكورز احمد يحيا بشكرك جدا وهنتقابل تاني قبل الفاينل او بعد الفاينل او الاتنين يلا بينا استنونا لايك شير سبسكرايب وفعلوا جراز التنبيهات ونتقابل الحلقة الجاية